مكالمة فعلا حقيقية نعم لدينا في واقع الأمر حتى الآن وأقول حتى الآن حوالي 2000 مكالمة بين كل عناصر السلطة في ليبيا لقد تم الحصول تم ثوار الحصول على أجهزة تقنية متقدمة جدا اعتراضية وتم تهريب هذه الأجهزة إلى داخل المناطق التي تقع فيها مقار الاستخبارات والحكومة في طرابلس وتمكن ثوارنا من التصنت على المئات من الساعات من هذه المكالمات سوف نبدأ نبث فيها تباعا على قناة ليبيا الأحرار سوف تستمعون كل يوم إلى مكالمة أكثر وهي مكالمات ضامغة وواضحة ولا لبس حولها نحن بسبب هذه التقنية المتقدمة بسبب الدعم اللوجستي الذي حصلنا عليه من حلفائنا وبسبب شجاعة أبناؤنا الذين أدخلوا هذه الأجهزة إلى داخل طرابلس والذين يقومون باستعمالها من داخل طرابلس ومن الشواطئ الليبية نستطيع أن نقول بأن كل ما يقوله الجذافي أو حكومة الجذافي وأزلامه هو تحت مراقبتنا اليومية الشديدة نعم لكن سيد شمام هل يتصور أي شخص أن يتحدث شخص مثل البغدان المحمودي رئيس وزراء الجذافي بكل بساطة عبر الهاتف عن مثل هذه الأمور سوف تسمعون أكثر من ذلك هو يعتقد بأن خطوط الاتصال مؤمنة هم خطوط اتصالاتهم يفترض أن تكون مؤمنة ولكن التكنولوجيا الحديثة مثل ما هو يستعملها ليختراقنا أحيانا أصبحنا نحن الآن قادرين على اختراقه أيضا طيب هذه ألا تعتبر دليلا ضد البغداد المحمودي وبثالث قدم إلى محكمة الجنايات الدولية في واقع الأمر هناك شريط أو مكالمة سوف تبث في الأيام القادمة يطلب فيها القذافي صراحة قتل أحد أبرز عضاء القيادة السياسية للثوار وهذه المكالمة قد سلمت أيضا إلى محكمة الجنايات الدولية وهو دليل إضافي سيوجه ربما سيضاف القريب العاجل البغدادي إلى قائمة المطلوبين على قائمة المحكمة الجناية الدولية بسبب هذه التجيلات طيب ماذا يتوقع أن يقوم النظام أكثر من ما يفعل الآن عبر نقل هذه الجثث إلى مناطق يتوقع أن يقصفها الناتو نحن نريد أن نثبت للعالم بأن ما يدعيه النظام من سقوط ضحايا مدنيين وما شابه ذلك هي في أغلبها نحن لا ننكر أن ربما سقط بعض الضحايا المدنيين ولكن هناك مبالغات واضحة ومقصودة ومبالغات سياسية ومنظمة وحشر للصحفيين واستجلابهم لرؤية مشاهد هي معدة سلفا هذا ما أردنا تبيانه للعالم وهذا ما أردنا تبيانه للصحافة الدولية حتى يتأكدوا مرة أخرى بأن ما يجري في طرابلس من أمور هي تمثليات يراد بها استمالة الرأي العام العالمي والحديث على أن الضحايا الضحايا الواحدين في ليبيا هم شعب ليبي تحت آلة الجذافي القمعية هم الضحايا الواحدون شيد شمام يعني ردكم على ما ادعى به نظام الجذافي وعالم الجذافي بأن 85 مدنيا سقطوا في ظليت نتيجة غارة للنيتو ربما سقط ابنه صحيح ربما سقط أركان حربه صحيح ولكن لم يقصف مقر مدني الجذافي هو الذي يتسلل وأبنائه إلى المستشفيات ويتسلل لولة الحفاظ على المستشفيات وعلى الأماكن العامة وعلى الفنادق لقتل الجذافي منذ زمن ولكن هو يستخدم الدروع البشرية يستخدم هذه الأمور حتى ينجو من القصاص العادل تجاهه وبالتالي هو المسؤول عن سقوط المدنيين وهو المسؤول عن هذه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الليبي سواء كانت بقصد أو جاءت بدون قصد طيب عن مقتل خميس الجذافي النظام يقول بأنه على قدر الحياة وهناك من يتحدث من الثوار بأنه قتل فعلا كيف يمكن أن نتأكد من مقتل خميس الجذافي ما لم يعترف النظام بمقتل خميس الجذافي ليس طريقة مئة بالمئة للتأكيد وبالتالي النظام هو المطالب بأن يثبت أن خميس الجذافي حي أو ميت نحن لا نستطيع من هذه المسافة لا نستطيع الثوار اليوم المتحدث باسم ثوار مصراتة أكد مقتل خميس الجذافي نحن نفق في قول هذا الثائر ونعتقد بأن هذا الثائر ينطق ربما عن الحقيقة ولكن كما قلت لك التأكد من موت أحد أفراد أصرات الجذافي هي عملية معقدة وليس بعملية بسيطة وبالتالي ننتظر الجانب الآخر لنرى كيف سيتصرف حيال هذه التقارير المتعددة والتي تؤكد عدة مرات إمكانية حدوث هذا الشيء لكن بعض قائدة الثوار أكدوا بأن لديهم ربما صور تؤكد ذلك هذا دليل دمغ إذا كانت هناك صور أنا لا أعرف أن هناك صور هذه جبهة بعيدة عننا ونحن نفق في ثوارنا في مصراتة وثوارنا في زليتن بأنهم سوفونا بالحقيقة الكاملة ونحن عبر ليبيا الأحرار لسال حال الثورة الليبية سوف ننشر هذه الصور للجميع سيد محمود شمام مسؤول ملف الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة